السلام عليكم كل سنة وانت طيبين وبالصحة والسلامة رمضان على الأبواب ربنا يعودها الأيام عليكم بخير جميعا يا رب رمضان شهر العبادة عمره ما كان شهر الأكل أبدا بس صمنا يبقى لازم ناكل عشان كده عملنا شوية تفريزات تسهل عليكم الوقفة في رمضان ما نقفش كتير في المطبخ تمام كده تسهل بس علينا الأيام وتنفع معاك طول السنة معنا هنا بعض التفريزات هندق الأول بالطماطم صلصة الطماطم ما بنستغناش عليه عنها طول السنة غسلنا الطماطم عصرناها في الخلاط عادي جدا في حل على النار هنحط شوية زيت كده أنا دلت قريبا ثلاثة كيلو طماطم طبعا نجيبش الطماطم وهي غالية يعني هنا في مصر الطماطم دي كانت الكيلو في خمسة جنيه ففي النسبة للأسعار فهي كده كويسة جدا بعد ما حطيت زيت على النار وحطينا الطماطم ضفت عليها معلقتين كبار سكر عشان الحموضة وهنضيف عليها الملح بتاعنا والفلفل الاسود مش لازم الفلفل والملح يكونوا مزبوطين قوي انت كده كده لما تجد تستخدميهم في الوصفة بتاعتك هتزبطي على حسب الملح اللي انت محتاجاه فاحنا مش هنزبط الملح يكون يعني مزبوط لان انت مثلا لو انت بتعملي مقارونا مسلا المقارونا هتبقى فيها ملح بتبقى لو انت بتسلقيها فيها ملح فممكن يعني مش هتبقي عايزة التماطم بتاعتك ملحة قوي تمام كده حطينا السكر حطينا الفلفل الاسود حطينا الملح هنسيب الطماطم لحد ما تتسبك تماما انا سبتها من بالليل للصبح في الشتاء طبعا ما حصل لاش اي حاجة سبتها تبرد وبعد ما بردت خدت لونها كمان غمائي كمان اه جبت اكياس التلاجة العادية جدا لو انت عندك الاكياس اللي هي بتتقفل مش بالشكل ده اللي هي الاوتوماتيك اللي هي زيتية الغلق دي كويس جدا بس انا جبت المعظم معظمنا بيستخدمها حطيت فيها طبعا هتحط كمية مناسبة للاكلة بتاعتك يعني انا انا شخصيا ما بحبش احط صلصة كتير في الاكل فما اكتفيت بالقدر ده اه وطبعا هنخرج الهوى من الكيس بتاعنا بالشكل ده عنف اي هوا هنطلعوا بينه وكده خلص يا جماعة الصلصة معينا جاهزة على الاكل على طول تطلعي وتحطي على الاكل على طول تاني حاجة معينا البسلة البسلة اه يعني من اكتر الخضار اللي كلنا بنحبه غسلت البسلة سبتها تنشف تماما من المياه بتاعتها بحطها في مصفة كده بعد ما صفناه من المياه بس كده هتطفل اكيس بتاعتنا ما فيش اي مشكلة المهم تكون مخصولة كويس جدا تطلع على الاكل على طول فرازي طبعا طبعا تبع الكمية اللي انت عايزاها اه فيه ناس كتير ما بتحبش مسلا حاجة معينة ففرازي شوفي اه اصراتك بتحب تاكل ايه وزويد منه اه وبرضو ما نديبش كل حاجة في يوم واحد يعني التفرزيات دي كلها ما كانتش في يوم واحد انا كله كنت ملقى حاجة قدامي حلوة بسعر حلوة جيبه وطالما فيه بسلة يبقى لازم يكون فيه جزر اه بسكينة اه مزجزجة من الطرف كده هنشيل الطبقة الخارجية من الجزر ونقطعه بالشكل اللي احنا عايزينه انا قطعته بالشكل ده بالمبشرة اه ده حلوة قوي للسلطة والسلطة الخضرة للقولوس له اي انواع من السلطة انت بتحبيها اه هتحطه لما وانت بتكيسيه هتحطيه جنبه بعضه في الكيس عشان لما تيجي تطلعه منه ما يبقاش صعب عليك وانت بتاخد الكيمياء اللي انت عايزها وعلى فكرة الجزر ده بيفضل معايا من السنة للسنة تمام كده اه وقطعته مكعبات للخضار للجزر اه للمسلا ورقة اللحمة بتحطيه مع اللحمة بتطلعه وتستخديمه على طول احنا هنسهل كل حاجة عشان ما نقفش في المبخ بشكل كبير وتابعيني لبعض من النصايح برضو اثناء الفيديو وما تبخليش علينا باللايك لو عجبك الفيديو بتاعنا عشان اه ندعم القناة وتظهر اكتر للناس الخضار طبعا بتاع المحشي بتاع الخضرة بتاع بتاع السلطة اه بخسله كويس جدا اه بنا اتشوفه كويس جدا انا بسيبه من بالليل في المصفى ينازل كله ميته اه بصح اقطعه كتع صغيرة احطه في الفريزر في الكيس في التلاجة هنا بعد ما عد عليه اسبوع انا حبيت اوريه لكم بعد كنت هستخدمه فحبيت اوريه لكم بعد اسبوع طبعا بيفضل في التلاجة اكتر من كده بيفضل بالشهر في التلاجة المهم يكون متصفي كويس جدا اه لما طلعتيه لازم تستخدميه ما ينفعش تطلعيه وتسبيه لو سبتيه الطبقة فيه بقى عليه التلج خفيف كده هيخليه ينعم منك هيبقى مية منك فاتفقنا كده طالما طلعناه هنستخدمه على طول تاني حاجة نعناع نعناع ده العشق بصراحة انا لازم الشاي بتاعي يبقى من نعناع طبعا اه بتغسله تحت المية في المصفى انعناع ما بتحطش في المية ما بتنقعش في المية خالص تمام كده اول ما بتشتريه تغسليه على طول في المية طلع اي رواسي منه اي حاجة منه هتطلع منه سبت برضه للصبح لحد ما نزل المية بتاعته اه في مننا بيحب يسيبه اخضر كده يعني على طول بتحطه اخضر وفي بينشفه لو انت عايزها اخضر هتجيبي فوطة زي ما انا عملت كده بالزبط هتفرديه عليه لو في اي مية تطلع منه بعد كده هتحطيه في التلاجة تسيبيه تغطيه اه بالفوطة من ناحية التانية وتسيبيه في التلاجة تمام كده انا شخصيا بحبه نشف فانا بتيبه بعد ما طلعته ونشفته بحطه في مصفى في اي صينية واسيبه كده براحته وينشف براحته انا طالما ما فيهوش مية سمعين الصوت بتاعه بيخارفش كده وجميل طالما ما فيهوش مية ونشفة زي الفل الفاكهة بتاعتنا طبعا بنحب العصير كتير جدا في رمضان اي فاكهة عندك تقابلك بسعر حلو فرزيها فراولة جوافة مانجو حاليا تقريبا مانجو مفيش حاليا فانا كنت مفرزها بصراحة طول على طول بقى بعمل حسايبي رمضان جاية جماعة يبقى لازم فيه مانجا الطعاية بالشكل اللي انت تحبيه بالكمية اللي انت عايزاها طبعا الحليب مستقناش عنه بسيبه في التلاجة عاملك شوية مهلبية طبقات المهلبية بتجيلي اللي انا عملتها هتعملي زبادي الزبادي هيبقى غالي قوي يا جماعة في رمضان فعملي حسبكو مكنة الزبادي لو انت بتعمليه من غير مكنة الزبادي زي الفل البهارات بتاعتنا طبعا ما ننسهاش نروح لعتارق وايسة جدا عشان بس بنوعش نروح ونيجي اللي ما فيش بهارات بهارات خلصت فنعمل حسابنا شوف انت بتحتاجي ايه البهارات اللي انت بتستخدميها على طول ما تركنيش البهارات عندك فترة طويلة هاته الحاجة اللي انت بتستخدميها ما تجيبش بهارات في الفاضي تمام كده بس كده بالناحية البهارات اللي بقى شوية جيلي شوية كريم كرامال الرز بتاعك لو انت بتستخدمي الرز بسماتي كتير الرز بسماتي غيلك جامد جدا فيعني تقريبا هنجيب الكوباية يا جماعة دي طبقات انا حبيت اقول لكم طبقات المهلبية والجيلي بتاعتي اي حلة بارد سهل وسريع الملوخية طبعا دي بنبقى محتاج شرب كتير في رمضان الملوخية لسان العصور اه واهم حاجة في رمضان ده انا بالنسبة لي الساموسك الساموسك ده العشنة اه باللحم مفروم بشوية جبن اه مثلا مش عارفة انا انا لازم كده اه بحطه مثلا على حسب اسرتك كل واحد كزا واحدة اه مش لازم كل يوم تحط كمية كبيرة اه مثلا مش لقيت زيقتي مش عايزة مش عارفة تبوخي ايه في بروتين يعني هتلاقي في بروتين عندك مش لازم اه بالطريقة العادية جدا شوية فلفل شوية اه حار لا مش حارة طبعا مش حارة في رمضان اه بصل اه فلفل اخضر فلفل احمر اه في معلقتين ديت على النار هنحط اللحمة بتاعتنا المفرومة هنحطها في زيت تاخد لون اول ما تاخد لون هنحط على الملح الفلفل اسود سوري بهرة اللحمة اه نسيبها تغير لون ننزل عليها بالفلفل اه والبصل المهم اهم حاجة في رمضان يا جماعة ما ترموش الاكل اعرف الكمية هنا انا بحط التوم انا بحب عايزة اديك شوية نصايح واحنا بنكمل معنا عشان ما نطولش عليكم الفيديو الاكل اعمل شو فيك اهلك اصورتك بيحبوا كمية قدقية متحطش اكل كتير في الفاضي لو انت عايزة تحط كزا صنصية ستي ميش اوكي بس حطي من كل حاجة حاجة صغيرة لو فيك كفتة كل واحد سبعة كفتة عايزة فراكل واحد ربع فرخة تمني فرخة قصدي مش لازم ربع فرخة خالص اه كل اسعار غالية جدا فخدي بالك من الموضوع ده قوي اه هنا بعد ما حطينا اللحم مفروم على البصل على الفلفل الملح الفلفل الاسود حطينا طبعا الملح بعد ما اللحم المفروم لونها هغير تماما اه حطينا التوم اه هنا شوية متزريرة حطيتهم بيدوح تعم حلو قوي للسامبوسك اه طبعا انا جبت هنا ورقة اللي هو بتاعت السامبوسك نفسها عملت معاكم قبل كده الجلاش اه في السامبوسك رمضان اللي فاتت سيب لوكو اللينك هو نفس الطريقة بحشوات مختلفة اه انا حبيت هنا اعمل المفروم لان المرة اللي فاتت كان اه عملت خضار اه جبن فهنسيب لوكو اللينك تحت الفيديو سوري ان انا بتكلم بسرعة اه بالنسبة للحوم انا ما بحبش اتوبل اللحوم بصراحة في رمضان انا بحب اجهزها لو مسلا عندي اللحوم مسلا هاخليها لو عندي فراخ عايزة لاخليها مايش بتبقى مخلية جاهزة وافرزة على طول المسلا الشيش تووك الجاهزة لوراك تكون جاهزة مخلية على طول للمسلا للشاورمة الصدور مخلية اللي هو البني مخلي كل حاجة مخلية يعني كل حاجة اه مخلية انما مش متبلة انا بحبش اسبها متبلة بصراحة هنا السامبوسك هتحط في الكيس بتاعك الكيمياء اللي انت عايزها شوف انت بتحب كل واحد مثلا اثنين تلايثة على حسب انت حابة ايه هنحطهم كما بعض عشان يلزاوش في بعض ونسيبهم في التلاجة لحد ما تستخدميهم تطلعي وتحمري اهم حاجة النار بتبقاش عالي قوي لان السامبوسك بتبقى مجمدة فتطلعي وتحمري على طول نار متوسطة كده عشان متتحرقش منك وربنا يعود الشهر الكريم علينا بالخير جميعا يا رب اه متقافش في المطبخ كتير اقرأي القرآن اه زكي اه مش عايزين اه زنوم في رمضان يا جماعة احنا بنصدق الشهر ييجي من السنة للسنة اه ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا كومنت جميل كده كده ودعوة حلوة اه وكل سنة منتوا طيبين اه اكتبوا لي لو انتوا عايزيني اعمل جدول اه للرمضان ممكن اعملكوا جدول كل يوم باكلة اه كل يوم بالعصير بتاعتك كل يوم بالحلويات بتاعتنا مش هنعمل حلويات كتير اه حاجات بسيطة اه ان شاء الله ويالله اه انتظروني في الوصفة الجاية ان شاء الله يا رب يكون قدرت تقفيتكم ولو حاجة بسيطة يلا مع السلامة اشتركوا في القناة